اشتركوا في القناة المادة في جزئه الأول نبدأ وكما تعودنا بالأهداف المطلوب تحقيقها من الدرس الهدف الأول أن يتعرف الطلاب على مفهوم المادة الهدف الثاني أن يناقش الطلاب خصائص المادة المختلفة الهدف الثالث أن يتعرف الطلاب على حالات المادة الشائعة الهدف الرابع أن يتعرف الطلاب على خصائص المواد الصلبة الهدف الخامس والأخير في درس اليوم عن يقارن الطلاب بين المواد الصلبة البلورية والمواد الصلبة الغير بلورية نبدأ على مشيئة الله في الصورة التي قدامنا ديت باللاحظ جمال الطبيعة وباللاحظ الأربع حالات التي توجد عليهم المادة يقول لي في الشكل واحد يظهر هذا المنظر حالات المادة الأربع جميعها أريد أن نحدد مع بعض ما هي المادة الصلبة وما هي المادة السائلة وما هي المادة الغازية والبلازمة في الصورة نبدأ في الصورة كهف جليدي جنب منه البحر وساطع ضوء الشمس حسنا فالذي يمثل الحالة الصلبة في الصورة التي قدامنا هو الثلج فالذي يمثل الحالة السائلة ماء البحر والذي يمثل الحالة الغازية الهواء الذي يحضر المكان والذي يمثل الحالة الرابعة للمادة والذي ليست متوفرة بكثرة على سطح الأرض لكنها متوفرة في الفضاء الخارجي ضوء الشمس الذي يمثل البلازمة بل حالة الصلبة يمثلها الثلج، السائلة يمثلها الماء، الغازية يمثلها الهواء، والبلازمة يمثلها ضوء الشمس تمام، تعالوا نحط مع بعض تعريف بسيط للمادة ونتعرف على حالات المادة وبعض خصائصها لو نتحدث عن المادة فننتحدث عن أي حاجة في الدنيا لها شكل وحجم وتأخذ حيز من الفراغ ولاها كتلة فهي تمثل المادة بل لما نتحدث عن المادة هي كل ما يشغل حيزا وله كتلة أي شيء في الكون بيشغل حيزا وله كتلة نسميه مادة حتى ولو كان غير مرئي مثل الهواء الذي يدور حوالينا في الغرفة واللي بنتنفسه واللي ليه كتلة حتى ولو كانت كتلة صغيرة إلا أنه بيمثل مادة يبقى إذن المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ أو كل ما يشغل حيزا وله كتلة وزي ما قلنا لا يشترط في المادة أن تكون مرئيا لأن الهواء لا نستطيع أن نرى لكنه بيمثل مادة طيب، ننجل على الجزء الثاني من درس اليوم اللي هنتكلم فيه عن حالات المادة زي ما شفنا في الشراحة التي فاتت توجد المادة في الطبيعة على أربع حالات م هناك منهم ثلاث حالات مألوفة ووجدها على سطح الأرض بكثرة إلا أن الحالة الرابعة ليست متوفرة على سطح الأرض ومتوفرة في الفضاء الخارجي واللي بنسميها البلازمة طب أيه هل أ 또 الغالات المشهورة للالمادة هم الحالة الصلبة والصائلة والحالة الغازية إبا بيقول لحالات المادة تتكون جميع المواد من جسيمات صغيرة ومنها الظرات والجزيئات والآيونات وكل جسيم يجزب الجسيمات الأخرى نحو وهذه الجسيمات تتحرك باستمرار وتحدد حركة جسيمات المادة وقوة التجازب بينها حالتها إبا نقدر نحط سؤال مهم جدا إيه اللي بيحدد حالة المادة إذا كانت هتكون المادة دي صلبة أو سائلة أو غازية اللي بيحدد لحالة المادة هو حركة جسيمات المادة وقوة التجازب فيما بينها كل ما كانت حركتها سريعة كل ما كانت قوة التجازب بينها جليلة كل ما كانت الجزيئات بعيدة عن بعضيها في الحالة دي بتكون المادة سائلة أو غازية كل ما كانت الجسيمات متقاربة من بعضيها وقوة التجازب بينها كبيرة وحركتها صغيرة جدا أو حركة بسيطة لا ترى بالعين المجردة بتكون المادة في الحالة الصلبة إبه زي ما اتفاجنا حالات المادة هناك ثلاث حالات مألوفة للمادة هي الصلبة والسائلة والغازية وهناك حالة ربعة تعرب بالبلازمة تحدث عند درجات الحرارة العالية جدا وتوجد هذه الحالة في النجوم وفي الصواعق وفي أضواء النيوم زي ما قلنا بالرغم من البلازمة حالة شائعة في الكون إلا أنها ليست شائعة على سطح الأرض عشان كده هنركز في دراستنا في الفصل دوت على الحالات الثلاث الشائعة للمادة اللي هي الصلبة والسائلة والغازية تعالوا نبدأ بالمواد الصلبة وندرس المواد الصلبة بشيء من التفصيل لما نجي نتكلم عن المواد الصلبة فحنا نتكلم عن الكرسي اللي بيكون موجود في الغرفة الطاولة اللي بنجلس عليها الجلم اللي بنمسك ونكتب به الدفتر اللي بنمسك ونكتب فيه الكتاب اللي بنجرى منه كل المواد اللي احنا تكلمنا عليها دي تمثل حالة المادة الصلبة يبقى إذن لما بنجي نتكلم عن المادة الصلبة فحنا بنتكلم عن مادة متماسكة مادة لها شكل وحجم ثابتين يبقى اللي بيميز المواد الصلبة السولدس إن هي مواد لها شكل ثابت وحجم محدد تعالوا نجرى كتاب الطالب نشوفه بيقول إيه ما الذي يجعل المادة صلبة؟ فكر في بعض المواد أو الأجسام الصلبة المألوفة لديك ومنها الكرسي ومكعبات السلج وغيرها ما الخصاص التي تشترك فيها؟ زي ما قلنا الخصاص التي تشترك فيها إن المادة الصلبة هي مادة محددة الشكل والحجم فعندما ترفع حجراً عن الأرض وتضعه في وعاء لا يتغير شكل الحجر ولا حجمه فالمادة الصلبة لا تأخذ شكل الوعاء الذي يتضع فيه لأن الجسيماتها متعرصة معاً كما في الشكل الثانيين تعالوا نشوف الشكل الثانيين في الشكل اللي قدامنا دوت باللاقي مكعبات الثلج اللي بتمثل مادة صلبة نرجع لحركة الجسيمات في حالات المادة السلاسة في الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية لما بنجي نتكلم عن حركة الجسيمات في الحالة الصلبة بنلاقي أن الجسيمات المادة في الحالة الصلبة بتتحرك وبتهتز لكنها بتهتز في أماكنها في حركة باطئة جداً 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 لا يمكن ملاحظتها إلا أنها في الحركة ديت بتكون في المادة السائلة أكثر حرية وفي المادة الغازية أكثر بكثير من المادة الصلبة ومن المادة السائلة إبه حركة جسيمات المادة في المادة الصلبة بتكون حركة اهتزازية في مكانها لا يمكن ملاحظاتها بالعين المجردة إلا أن جسيمات المواد كلها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو حتى بلازمة في حالة حركة مستمرة لا تتوقف إبه إذن لما بنجني الكلام عن حركة الجسيمات بنقول أن جسيمات المواد تتحرك هل يعني هذا أن جسيمات المادة الصلبة تتحرك أيضا؟ بالفعل رغم أنك لا تستطيع رؤية الجسيمات إلا أن جسيمات المادة الصلبة تهتز في أماكنها ولكنها ليست لديها الطاقة كافية لتبتعل عن أماكنها تعالوا نجاوب مع بعض سؤال ماذا قرأت ويقول لي كيف تتحرك جسيمات المادة الصلبة؟ ممتاز زي ما قلنا في الجزئية اللي فاتت جسيمات المادة الصلبة في حالة حركة مستمرة لا تتوقف إلا أن حركتها بتكون حركة اهتزازية في أماكنها في الجزء اللي بعد كده هنجسم المواد الصلبة لقسمين مهمين جدا هنجسم المواد الصلبة لمواد صلبة باللورية ومواد صلبة غير باللورية يعني إيه أستاذ مواد صلبة بلورية ويعني إيه أستاذ مواد صلبة غير بلورية لما بنتكلم عن المواد الصلبة البلورية فإحنا بنتكلم عن مواد صلبة بتتميز بأن الجزائيات بتاعتها بتاخد شكل منتظم سلاسي الأبعاد ومتكرر في جميع جزائيات المادة يبقى إذن اللي بيميز المواد الصلبة البلورية عن غيرها من المواد الصلبة الأخرى اللي بنسميها مواد صلبة غير بلورية إن هي لها ترتيب منتظم سلاس الأبعاد يتكرر في جميع أجزاء المادة واللي بنسميه بلورة إذن المواد الصلبة البلورية بتترتب جسيمات بعض المواد الصلبة في تنظيم معين سلاس الأبعاد يتكرر في المادة بنطلق عليه اسم بلورة زي اللي شوفناه في الشكل من شوية اللي بنسميه الترتيب البلوري لكلوريد السوديوم اللي هو ملح الطعام بيكون ازاي الترتيب دوات بتترتب الجسيمات في البلورة على هيئة مكعب كما أن هناك ترتيب البلوري الهرمي للماس الذي يتكون بكامله من ذرات الكربون والأمثلة على المواد البلورية كثيرة ومنها السكر والرم والثلج والملح تعالوا نشوف شكل البلورات بيكون عامل ازاي وتعالوا نشوف شكل بلورة ملح الطعام اللي بتمسل كلوريد السوديوم زي ما قلنا من شوية أن المواد الصلبة البلورية بتتميز من جزائياتها بتترتب في شكل معين سلاسي الأبعاد ومتكرر في جميع أجزاء المادة الشكل اللي قدامنا دوت بيمثل مكعبات ملح الطعام اللي هي عبارة عن كلور وصوديوم مترتبين مع بعض في شكل مكعب اللي بنسميه بلورات ملح الطعام يبال المواد الصلبة البلورية هي مواد صلبة بتترتب جزائياتها في شكل منتظم سلاسي الأبعاد متكرر في جميع جزائيات المادة هنتكلم بعد كده عن المواد الصلبة غير البلورية واللي بتكون فيها ترتيب الجزائيات بشكل عشوائي يعني ما عندهاش بلورات المواد الصلبة غير البلورية بيقول لبعض المواد الصلبة وبخاصة التي تتكون من جزائيات كبيرة الحجب لا تترتب جزائياتها في صورة نمط متكرر يعني ما عندهاش بلورات زي ملح الطعام او الرمل او السكر المال بتكون عاملة ازاي بتكون وغدة ترتيب عشوائي وقد سميت المواد غير البلورية ومن الأمثل عليها المطاط والبلاستيك والزجاج والخشب تعالوا نجاوب سؤال ماذا قراءت فيما تختلف المواد الصلبة البلورية عن غيرها من المواد؟ مين شطر يجاوب لنا السؤال داوت؟ تمام احنا قلنا ان المواد الصلبة البلورية بتتميز بان الجزائيات بتاعتها لها ترتيب سلاس الابعاد منتظم ومتكرر في جميع جزائيات المادة وبنطلق عليه اسم بلورة اما المواد الصلبة الغير البلورية فبيكون ترتيب الجزائيات فيها بصورة عشوائية زي الزجاج والمطاط والخشب والبلاستيك بيزن اجابة السؤال داوت هتكون ان المواد الصلبة البلورية لها ترتيب سلاس الابعاد منتظم ومتكرر اما المواد الصلبة الغير البلورية فليس لها ترتيب منتظم وتتوزع جزائياتها عشوائيا تعالوا نصمم ملخص سريع لكل اللي احنا خدناه في درس النهاردة في البداية تكلمنا عن مفهوم المادة وقلنا ان المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراء تكلمنا بعد كده عن خصاص المادة وقلنا ان المادة لها حجب لها كتلة لها اربع حالات بيحدد حالتها حركة جسيمات وقوة التماسك فيما بينها تكلمنا كمان عن حالات المادة وقلنا ان المادة لها اربع حالات اللي هي الصلبة والسائلة والغازية والبلازمة الا ان البلازمة مش منتشر على سطح الارض وموجودة بكثرة في الفضاء الخارجي زي النجوم والصواق تكلمنا عن المواد الصلبة البلورية وجلنا انها تتميز بتركيب سلاس الابعاد منتظم ومتكرر في جميع عجزاء المادة بيطلق عليه اسم بلورة تكلمنا كمان عن المواد الصلبة الغير باللورية وجلنا ان المواد الصلبة الغير باللورية بتتوزع جزائياتها عشوائيا وليس لها ترتيب منتظم للجزائيات في النهاية اتمنى كل الطلاب يكونوا استفادوا من درس النهاردة واتمنى الكل يشارك في حال الواجبات اللي بتحطى على منصة كل سيرة في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته